لماذا هذا الصندوق؟ يمكن زي ما قال سيادة الوزير هذا الصندوق يدعم الأسرة يدعم الزوجة في حال حدوث ضلاق معين في حال عدم القدرة على الإنفاق في حال السيدات التي دخلنا الشيخوخة سن الشيخوخة ليس لهن دخل تنفيذ أحكام النفقة بدلاً من الأزواج الهاربين أو اللي مش موجودين إنه يسد النقص الملتزم بالإنفاق والشخص ده دخله لا يغطي إنفاق الأسرة مثلاً افترض دخله 500 جنيه والإنفاق 1000 جنيه هنا الصندوق يتدخل أيضاً يتدخل عندما يتوفى شخص أو يزجن أو يحصل له أي حاجة وملهوش دخل آخر بأي حال من الأحوال وعشان كده يمكن أهمية هذا الصندوق ولكن زي ما بقول المخاوف المتردد في الشارع الحاوة 20 ألف الحاوة 30 ألف غير صحيحة ولذلك زي ما قال سيدة الوزير وزي ما قال سيدة الرئيس ما فيش موضوع يا جماعة بدون حوار مجتمعي أبداً وفي نفس الوقت في مشاكل حقيقية يعني النهاردة منشور على المواقع إنه أب في منطقة الخصوص خنأ ابنه لمجرد إن زوجته حصلت على حكمه بضمه إليها بمنطق القانون وبمنطق الشرع خنأوا موته ورفض إنه يوديه إليها والولد ده عنده ست سنين هذا أمر خطير جداً لابد من معالجته بشكل واضح ومحدد بما يحقق التوازن ما بين الزوجة وما بين الزوج بما يحقق وجود تكافل حقيقي للأسرة ولكن لازم نسمع الناس لازم يبقى فيه حوار مجتمعي ممكن الناس تقول كلام أفضل مما هو موجود في مواد القانون زي ما قلت سيد وزير عدل على الحكومة أن تستجيب إحنا أصلي بنعمل القانون ده للرأي العام وللأسرة لبناء الأسرة مش لهدم الأسرة ولا لتطفيش الشباب من الزواج زي ما البعض بيقول ولا لزيادة الزواج العرفي لا وإلا تبقى الدولة دي بتعمل ضد الناس وهذا غير حقيقي نحن نريد حوارا مجتمعيا حول هذا القانون الهام والخطير الذي يؤثر على كل بيت والناس اللي بتفتي كتير اللي مين دول والناس اللي بتصطاد كل كلمنا بتتقالوا يفسروا بمزاجهم أرجوكم نقطونا بسوادكم أرجوكم البلد مش مستحملة أرجوكم بطلوا نشط شاعات والأكاذيب إن احنا موجودين إحنا حنتكلم وانتو حتتكلموا حيبا فيه حوار مجتمعي والحكومة مش على مزاجها اللي هي عايزة حتنفزه حتسمع الرأي العام انتو سمعتوا السيد الرئيس لما قال إيه لما قال أنا كنت أتمنى قبل ما تقدموا مشروع قناة سويس يا قيادة قناة سويس تعمل حوار مجتمعي كنت تعمل يا سادة الفريق حوار مجتمعي نقعد لأن دي قناة السويس ماهيش ترعى على جنب دي قناة سويس ودي أمن قومي وغير مسموح للأجانب بأي حال من الأحوال بتغلغل في هذا الصندوق وزي ما قال سادة الرئيس الصندوق للمصريين وأنا سألت وإحنا وقفين مع سادة الرئيس غير الحوار اللي كان موجود سيد الرئيس قال هذا صندوق للمصريين للمصريين فعلينا أن ندرك تماما أن البلد دي مش ميغة مش أي حد ييجي بيع قناة سويس ولا أي حد يخترق قناة سويس لا جيش مصر وقيادة مصر بالتأكيد زي ما الشعب المصري حريص الكل حريص لكن في نفس الوقت نزبط الألفاظ وأنا بتمنى من مجلس النواب لسه القانومة محدش يعني مخدش التصويت النهائي يتعمل تعديل في المادة ونزبط نزبط مهم الصندوق ده ايه والمجرى الملاحي لوحده والصندوق ده على جانب منطقة لوجستية بعيد عن القناة وبعيد عن مصار القناة عشان القناة دي قضية أمن قومي ومش هنخليها عرضة للقيل والقال ما ينفعش ما ينفعش وغير مسموح بهذا الكلام بي حال بالأحوال وعشان كده علينا ان احنا نبقى على ثقة ان بلدنا محمية بإذن الله بشعبها وبجيشها وبشرطتها وبقيادتها السياسية الايام اللي جاية كمان هيتناقش قانون المصالحات على مخالفات البناء وارق على الآن كونت كونت